ايام هذا المهرجان اول ايام المنافسة القوية في هذا المهرجان مهرجان سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد دالنهيان ولي عهد ابو ظبي تنطلق على بركة الله هذه الدفعة لتعلن عن تواجد الاسماء العملاقة والاسماء المميزة في سباقات الاجن اعداد كثيرة واعداد كبيرة تشارك هذا المهرجان والهدف هو دائما هدف سامي للحفاظ على هذه الرياضة وهذه الاشواط نسير بحضراتكم الى المركز الاول نقترب من البداية ونقترب من مسار هذا الشوط البداية مشاهدين الكرام سارة الشواط والتحديات هذه اللحظة المركز الاول مشاهدين الاعزاء في هذه اللحظات على مقدمة الشوط البداية نسير الى الصدارة الحلولة والى كازان تعود الملكية لسهيل بن احمد بن حوته العامري هو من يسيطر على مقدمة الشوط المركز الثاني نصل الى تواجد الشاهنية محمد بن حمد الشامسي هو من يسير الى المركز الثاني بينهم المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات ايها الحبل الكريم جبارة سالم بن محمد بن ضبيعة المركز الرابع تواصلا وانطلاق وتحدي من شعار وتواجد في هذه اللحظات احمد بن صالم بن عوي الشامسي على المركز الرابع بينما ناصر بن محمد ومحمد بن ناصر بالعوض المنهالي في المركز الخامس المركز السادس وصلت في هذه الأثناء حفلنا الكريم الشيينية حمدان بن محمد الاشتبي المركز السابع هنا خالد بن ربيع العجمي يأتي في المركز السابع والمركز الثامن المركز الثامن الشيينية محمد بن حمد الشامس يحتل المركز الثامن المركز التاسع وصلت شواهين عبد الله بن حمد بالويع العامري والمركز العاشر في هذه اللحظات هناك انطلاقة سراب محمد بن سيل بن سود العامري هذه النتيجة حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء في هذه الانطلاقات وهذه التحديات وصلت الأسماء ولكن نعود إلى المركز الأول نعود إلى بداية هذا التنافس وهذا التحدي في هذه المشاركة عودة إلى المركز الأول والعودة إلى الصدارة نشاهد التغيير على مقدمة الشوط ولكن لا زالت كازان من بداية هذه الانطلاقة اسهيل بن الحوتة العامري على المركز الأول بينما السالم بن محمد بالضبيعة يتواجد في المركز الثاني والمركز الثالث وصل شعار بن العوضي هنا محمد بن ناصر بن العوضي المنهالي تصل نجوم مشاهدين الكرام المركز الرابع من الجانب الآخر الشعار العناوي يتدخل إلى المركز الرابع بينما المركز الخامس وصلت الشعينية حمد بن محمد بالغرين العامري والمركز السادس من الضبي لمحمد بن محمد بن لويع العامري والمركز الثامن المركز الثامن ناصر بن عبيد الدرعي والمركز التاسع في هذه اللحظات في هذه اللحظة دبكة بينها المركز العاشر المركز العاشر المركز العاشر هنا مشاهدين الكرام وصلت غزلان احمد بن محمد بالعود الرميثي لكن نعود الى المراكز الأولى نعود الى صدارة الشهود والمقدمة والسيطرة والعودة الى البداية شواهين لعبد الله بن حمد بالويع العامري غير هنا الشعار العناوي وانتزع المركز الأول انتزع صدارة الشود الضبيت في المركز الثاني محمد بن حنة بالويع العامري وصل خذ المركز الثاني في هذه اللحظات المركز الثالث هناك بالحوتة والكيلو الأخير الاستعدوا يا جماهيث استعدوا يا أهل الأبكار لكن لازالت المسيطرة على مقدمة الشود هذه شواهين عبد الله بن حمد باللويع العامري لكن هناك بن محنة يتواجد مع المركز الثاني والمركز الثالث وصل لأصلا كذلك باللويع أو ياتي مشاهدي الكرام مع كازان وصلت واحتلت المركز الثالث غيرت إلى المركز الثاني أسهل بالحوتة العامري إلى المركز الثاني وباللويع لازال مع الضبي في مقدمة الشوط يا سلوم يا سلام محمد بن محنة باللويع العامري يخطف المركز الأول يخطف صدارة هذا الشوط ليهدي هالي لقن التحية والناموس اللحظات الأخيرة لكن عادت شواهين عادت شواهين عبد الله بن حمد باللويع العامري بين شواهين وبين الضبي لكن عادت شواهين الضبي شواهين شواهين والضبي ولكن شواهين في اللحظة الأخيرة مشاهدي الكرام تنتزع صدارة هذا الشوط تنتزع صدارة هذه شواهين على المركز الأول تطير عبدالله بن حمد باللوع العامري في لحظاتها الأخيرة في الناموس الأخير تتواجد على أرضية هذا الميدان لتسجل لنفسها حضور في هذا الموسم مشاهدين الكرام في مهرجان كبير في مهرجان تحدي تهانين البلوع عبدالله بن حمد باللوع العامري على فوت شواهين في المركز الأول المركز الثاني الضبيل حمد محمد بن محنب باللوع العامري والمركز الثالث المركز الثالث مشاهدين الكرام المركز الثالث مشاهدين الكرام من خلال هذه اللحظات وصلت واحتلت المركز الثالث في هذا الأداء وهذه المناسبة لكن نعود بحضراتكم موسيقى موسيقى المركز الرابع مشاهدين العزاء وصلت مشهورة محمد بن راشد وسودان بن حضير والمركز الخامس المركز الخامس في هذا الانطلاق كان تواجد واحتلال سراء كازان لسهيل بن أحمد بن حوت العامري اللي احتلت صدارة هذا الشوط مع المركز الخامس كانت هذه مشاهدين العزاء نتيجة هذا الشوط التي تسارت بمسارة تحدي مع الشوط من أشواط المنافسات القوية وأشواط الحجائج في انطلاقات هذا الصباح الجميل نعود بحضراتكم إلى التوقيت الزمني وإلى لحظات الوصول لهذه الأسماء والحاضنة هنا شوهين بسد دقائق أربعة أجزاء من الثانية تهانينه وإنه موسيقى بن لويع على هذا الفوز عبدالله بن حمد بن لويع العامري على فوز شوهين بالمركز الأول هنا الضبي احتلت المركز الثاني سد دقائق ثانية وحده ستة أجزاء من الثانية تهانينه ونوموس لمحمد بن محنى بن لويع العامري على فوز الضبي بثاني المراكز بينما اللي وصلت وحتلت المركز الثالث كانت الشايذيبة لمطار بن علي بن رشيد الاجتبي بسد دقائق ثانيتين ثمانة أجزاء من الثانية تهانينه ونوموس على هذا الفوز وهذا الانتصار اشتركوا في القناة